بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في يحكى أنا كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتظهر على طول وأكتر من مرة خلال الحلقة وممكن تبعتولنا اللي انتوا عايزينه سواء أسئلة احنا بنختار منها مجموعات كده وبنجاوبها في حلقات خاصة أو تبعتولنا اقتراحات عن موضوعات تحبوا أن احنا نتكلم فيها في الحلقات الجاية ممكن برضو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك أو يوتيوب أنكم طبعاً حساب القناة الأولى برنامج يحكى أنا ترجعوا لمحتوى الحلقات بالكامل يعني لو افترضنا أن احنا سمعنا عن موضوع وعايزين نسمع يعني سمعنا عن حلقة كانت بتكلم عن موضوع معين اكتبوا بس يعني ادخلوا على الحساب بتاعنا سواء على يوتيوب أو فيسبوك وكتبوا يحكى أنا دكتور محمد رفعت سلاش كده أو شرطة كده والموضوع هيطلع لكم عدد كبير إن شاء الله من الفيديوهات وإن شاء الله يكون الموضوع ده من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الحلقات السقة النهاردة إن شاء الله حلقة أسئلة أسئلة من أسئلة حضراتكم ودي الحقيقة من الحلقات اللي أنا بحبها جدا لإن الحلقة بيبقى فيها أكتر من موضوع هنبدأ على طول بالسؤال الأول وهو من مي أحمد مي أحمد بتقول سلام عليكم دكتور محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محتاجة مساعدة حضرتك لو أمكن بنتي عندها 11 سنة وكتير بتحس إنها مش مرغوب فيها بين أصحابها وساعات بيتفقوا على خروجات كبيرة بتشمل جزء كبير من أطفال كذا فصل في المدرسة وما بيقولوا لهاش أو حفلات لأعياد ميلاد وبتعرف من الصور إن كل البنات كانوا معزومين مع دهية مع العلم إن محدش منهم بيشتكي منها أو من تصرفاتها خالص وللأسف أنا ساعات بعجز عن بعض الردود بتاعتها لما بكون بتكلم معاها في الموضوع ده وبحاول أعوضها بس مش بقدر أنجح في ده مش بقدر أنجح في ده كل مرة فهل عند حضرتك حل لتعزيز ثقتها في نفسها في الموضوع ده بالذات أو حتى إن الموضوع ما يأثرش فيه نفسيتها أو حتى حضرتك ممكن ترشح لي دكتور تروح له يساعدني معاه طيب الحقيقة يا أستاذ أمي وكل حضراتكم برضو الحقيقة إن ده سؤال جميل جدا وسر جماله إنه هو من قلب البيوت قوي يعني وارد جدا تكرار مثل هذا الموقف سواء مع الأولاد أو البنات في العمر ده وجماله بقى الآخر الوجه الآخر لجماله إن الموضوع ده إحنا ما تكلمناش فيه قبل كده فده إن شاء الله يكون يعني فيه إجابة كويسة لحضرتك وطبعا لكل الأباء والأمهات اللي عندهم أولاد أو بنات في سن المراهقة لأن 11 سنة ده خلاص بداية سن المراهقة مش زي ما الناس فاكرة إن المراهقة بتبدأ من 15 سنة أو كلام ده لا الموضوع ده تغير بقت المراهقة دلوقتي بتبدأ من 11 سنة وأحنا من 10 سنين كمان طيب لازم الأول التركيز على تشجيع بنتك يا أستاذ أمي إنها تكون شخصية مستقلة ليه؟ لأن ده التطور الطبيعي اللي المفروض يحصل في المرحلة اللي بتنتقل فيها الطفلة أو الطفل من الطفولة إلى مرحلة المراهقة وهي أصغر من كم سنة كده والحد قريب ويمكن لغاية دلوقتي وهي أصغر هي وإنت كنتم مبسوطين إنها تشبهك دلوقتي إنت برضو اللي لازم تشجعيها إنها تبطل تحاول تشبهك الله إيه علاقت ده بالسؤال؟ أنا بدأت الإجابة بالنقطة دي لإني عايزك أنت كأم يا أستاذ أمي وكل الأمهات تراجعوا أو تراجعي ذاكرتك وموقفك من مسألة العلاقات مع الأصدقاء والخروج معاهم وحضور الاحتفالات المشتركة زي أعياد الميلاد مثلاً اللي أنت جبتي سرتها في سؤالك ليه؟ لأن كتير من الأمهات والأباء كتير جداً من الأمهات والأباء بيعكسوا آراءهم واتجاهاتهم الشخصية على أولادهم حتى من غير ما الأم والأب دول ياخدوا بالهم ده بيحصل كتير قوي زي ما قلت وعبر سنوات طويلة من بداية مرحلة الطفولة والحد بعد كده طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ بعد سنين يفاجأ الأب أو الأم إن أولادهم ما بقاش عندهم حياة اجتماعية حتى ولو بصورة بسيطة أو متوازنة طيب ده كان احتمال عشان كده أنا بدأت به يعني احتمال من احتمالات إجابة السؤال وأنا قلت أو حبيت أن أنا أبدأ به الكلام علشان إذا كان مفيش انتباه لهذه الجزئية أنا قلت لكم رجعوا موقفكم أنتو الشخصي أنت كأم أو والدها موقفكم إيه من الأمر ده من موضوع الخروجات والكلام ده مش دلوقتي لما كنتو أصغر أو بشكل عام نرجع بقى للسؤال وجوهره جوهره كان إيه؟ كان في عملية التجاهل المتكرر اللي بيعملها الصديقات والزميلات لبنتك صحي كده؟ طيب أول نقطة عايز حضراتكم تعرفوها وتعرفوها لولادكم وبنتكم إن فيه فرق كبير أوي 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 ما بين الصداقة والزمالة صحي كده؟ وفيه فرق كبير أوي برضو ما بين الصداقة والصداقة المقربة أو الصديق المقرب وأعتقد إن حضراتكم بلا استثناء هتكونوا كلكم مدركين الفوارق دي دلوقتي عارفين يعني إيه زمالة ويعني إيه صديق يعني أنتوا نفسكوا حتى هتقول ده زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو كده أو ده صديق أو لا أو ده صديق مقرب ليها بقى مسميات كتير إحنا بنحب نتكلم عربي بنقول صديق مقرب ما بنقولش بيست فريند أو بيستي أو الكلام ده كله تمام كده؟ طيب يبقى أنتوا فاهمين قصدي أو فاهمين الفوارق دي من غير أي شرح مني يبقى لازم تنبه بنتك مبدئيا للنقطة دي وتعلميها أن الزعل أو العتاب أو الاستفسار لازم يحصل في أقرب دايرة ممكنة ليها وهي دايرة الصديقات المقربات واللي عادة بيكونوا واحدة ونادرا لو كانوا اتنين يعني لو أنت جبتي بنتك كده الوقت حالا أو أنت نفسك هتكوني عارفة هتلاقي بنتك نقول أصدقاءها المقربين مين؟ هتقولي فلانة وممكن فلانة وفلانة بس كده يعني في العادي بيبقى شخص واحد أو اتنين على أقصى تأدير ما ينفعش واحد يقول أنا أصدقاء المقربين عشرة ما فيش كده أصلا تمام؟ يبقى وارد أنه يكون التجاهل اللي حضرتك ذكرتيه أو كلمتي عنه فيه سؤالك من الدوائر الأوسع في محيط بنتك اللي يبقى إيه؟ زي دايرة الزمالة أو دايرة الصداقة العادية والزمالة في المدارس دي يعني عادي خالص صح؟ مش دوارد؟ طيب من الأسباب برضو فوارق السن هتقولولي فوارق السن زي دا في المدرسة؟ هقول لكم فوارق السن هنا المقصود بيها أن هم يكونوا المحركين لخطوات التجمع أو الخروجات أكبر شوية في العمر حتى لو الفرق في العمر دا ما كانش كبير في الوقت يعني ما كانش كبير يعني ممكن عدة شهور أو سنة مثلا أو كده في الوقت دا الأطراف الأكبر في العمر بتنصب نفسها كقائد للمجموعة وبيفردوا قوانين للتجمعات دي قوانين زي ايه؟ زي اختيار اليوم اللي هنتقابل فيه أو المكان اللي هنتقابل فيه بس قبل بقى دول اختيار مين اللي هيكون موجود؟ وفي موضوع فارق السن دا أنا عايزة أنبه حضراتكم لنقطة مهمة جدا هتقولي لي إيه؟ لأ دا هي في فصلها كلهم في نفس السن يعني فارق أيام أو شهور يعني لأ أنا عايزة أنبهكم لنقطة تانية إن الروابط بتحصل ما بين الأولاد والبنات في العمر دا يعني بتحصل مش لازم يكونوا في نفس السنة الدراسية وبيكون فيه أسباب للروابط دي زي إيه؟ زي إن هم مثلا بيتجمعوا في أوقات الفسحة أنا بتكلم بالعربي برضو مش البريك يعني الفسحة تمام؟ أو بيتجمعوا في أوتوبيس المدرسة فتلاقي اللي راكب أوتوبيس المدرسة دا حد عنده 11 سنة وحد عنده 13 سنة وحد عنده 15 سنة فاهمين قصدي؟ أو بيتجمعوا في أنشطة فاكرين ليقولك فريق المدرسة بتاع الموسيقى بتاع رياضة معينة فاهمين قصدي؟ الفريق بتاع المدرسة دا ما بيبقاش من فصل دراسي واحدة أو من سنة دراسية دا بيبقى مثلا من أكتر من مرحلة دراسية فاهمين قصدي؟ وهكذا أحيانا على فكرة بعض البنات الأكبر أنا بنائش معكم كل الاحتمالات أحيانا بعض البنات الأكبر من بنت حضرتك اللي عمرها 11 سنة أنت قلت في السؤال بيلعبوا اللعبة دي مع الأصغر منهم الله لعبة إيه؟ هقول لكم ومرة تانية قبل ما أقول لكم مرة تانية ممكن اللي بيحصل دا يحصل من بنت عمرها مثلا 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة فقط يعني ما يبقاش فارق سن فضيع زي ما أنتم فاكريين اللعبة هي إيه بقى؟ أن البنات الأكبر أو البنت الأكبر دي يشغلوا البنات الأصغر بالتصرفات اللي من نوع ده اللي هو إيه؟ اللي هو التجاهل فاهمين قصدي اللي هو مثلا إيه؟ يبقوا واقفين مجموعة وهي مثلا تيجي تنضم ليهم يسكتوا بعد ما كانوا بيتكلموا أو ياخدوا بعضهم ويمشوا أو زي ما أنت قلت في سؤال كده يتفقوا على خروجة أو بتاع ويخرجوا ما يقولوا لهاش تي لعبة بيعملوا إيه بقى كده؟ بيعملوا ليه البنات الأكبر في الحالة دي؟ أنا بقولش ده الاحتمال وحيد ده من ضمن هؤل احتمالات عشان دايما يكونوا في دايرة التفكير بالنسبة لغيرهم فاهمين قصدي؟ هقول لكم إزاي يعني البنت بقى العندات 13 سنة دي عايزة ناس كتير يفكروا فيها يعني عايزة بقى بنت حضرتك وغيرها 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 يقولوا مثلا هي ليه فلانا دي بتعمل معنا كده؟ هي ليه ما بت لما بسلم عليها بتسلمش عليها كويس؟ هي ليه وإحنا في الأوتوبيس لما بتاع المدرسة لما جيت قعد جنبها رحت هي أيمة وقعدة وراء ما فيش أي سبب هو السبب عند الكبار دول هم عايزين يشغلوا الأصغر منهم بالنوع ده من الأكشنز أو التصرفات الولاد عكس كده البنات هم اللي بيعملوا كده الولاد العكس بقى يعني تلاقي ولد أكبر شوية بيحبوا يقربوا كمان من الأصغر منهم يعني تلاقي واحد مثلا ولد عنده 13 سنة أو 14 سنة وفيه فرصة لوجود مثلا ولد عنده 11 سنة أو 11 سنة ونص أو 2 تلاقي هي يحتضن وكده خليك معنا وخرج ومش عارف إيه الولاد عكس البنات في النقطة دي فيبقى برضو لازم تنبهي بنتك إن في العمر ده فرق الشهور حتى بيفرق بيفرق في التصرفات وبيفرق في الأفكار على فكرة ناس كتيرة ممكن تستغرب من السؤال بس أنا مش مستغرب وأي بيت فيه أب فيه بنت أو ولد في العمر ده مش هيستغربوا من السؤال ده الاستغراب هيجي من البيوت اللي ما فيهاش أطفال ولاد أو بنات مهم لسه أطفال عندهم 11 سنة بس هلسه صغيري ومش في السن ده هيستغربوا يقولوا يا وانتوا الموضوع ده مكبرينه شوية ولا بتاع هقولوكوا لا الأباء بقى والأمهات بيكون فيه تعلق بيبقوا عندهم ألا من تعلق الأطفال ببعض ومحاولتهم الدائمة لكسب ود متبادل وأنهم يقربوا من بعض دي نقطة فعلا بتخوف الأباء والأمهات اللي عندهم أطفال في عمر بنت الأستاذة ميل 11 سنة و 12 سنة خصوصا إيه بقى لما يحسوا أن مكانة الآخرين دول اللي هم زملائهم دول عند ولادهم أو بناتهم مقربة وأحيانا أكبر من مكانة الأب والأم تخيلوا بقى يعني ممكن الأب والأم يحسوا إيه؟ الأب يحس أنه صحاب ولاده أهم بالنسبة لابنه من الأب نفسه والأم تحس نفس الحكاية وطبعا ده غير صحيح على الإطلاق ده غير صحيح لكن طرق تعبير الأولاد والبنات في مرحلة المراحقة بتكون غمضة بتكون غمضة في أوقات كتير ومحيرة في أوقات أكتر فهمتوا قصدي؟ فما تقلقوش من النقطة دي يعني ما تقعدش أنت كأم تقولي إيه؟ هي ليه بنتي شغلة نفسها قوي بصحبها وبالخروج وكلموها ولا ما كلموهاش وعزموها ولا ما عزموها هي يعني إيه؟ ده مديهم أهمية زي ما كون مهمين أكتر مني لا ما تفكرتش كده هم مش مهمين أكتر منك ولا مهمين أكتر من حضرتك كأب خالص لكن هم الأطفال في السن ده طريقتهم في التعبير وانشغلهم بالمواضيع اللي زي دي بتكون آسف بقى لازم أقولها بالإنجليزي يعني إيه؟ يعني فيها تعظيم كده بيدوا للمواضيع أكبر من حجمها ودي سمة من سمة مرحلة المراحقة بيدوا للمواضيع أكبر من حجمها تمام؟ طيب نكمل سؤالنا حضرتك برضو بتقولي إن حالة التجاهل ناحية بنتك متكررة صحي كده؟ انتي قلت في السؤال كده يعني نقدر نقول إن فيه ما يشبه الإجماع على التصرفات اللي تحصل معها دي يعني يبدو لي أنا شخصيا من السؤال إن أكتر من مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء بيعملوا التصرفات دي مع بنتك أنا فهمت كده من السؤال تمام؟ طب ما يمكن بنت حضرتك هي اللي عندها مشكلة في التعامل الاجتماعي مش زي ما انتي قلت بقا هي ما عندهاش مشاكل أو ما حدش بيشتكي منه لا يمكن هي اللي عندها مشكلة بنت حضرتك في التعامل الاجتماعي بلاش مشكلة عندها جانب أو جوانب غير مشجعة على التعامل مع زملاء يعني بالبلد كده زملاءها ما يحبوش يتعاملوا معاه خلاص؟ طب إيه اللي يخليهم يعملوا كده؟ أنا بتكلم بقى الزملاء والأصدقاء والحاجات دي كلها جايز بنتك تكون كررت الرفض أكتر من مرة لما تقلها نشاط هتعملوا المجموعة دي يعني إحنا على فكرة يا فلانة بنت حضرتك أين كان اسمها إحنا هنخرج في اليوم الفلاني إحنا رحين كلنا عيد ميلاد فلاني في أكتر من مرة اتعرض عليها مثل هذه العروض وهي قبدة الرفض تمام كده؟ فخلاص فبقوا هم شايفين إن هي مش مهتمة يعني تمام؟ مش هيقولولها كل مرة طيب ممكن برضو تكون بنت حضرتك ليها رأي سلبي أصلا في التجمعات أو النشاطات دي يعني وهي معا معاهم قبل كده تقول لهم مثلا إيه؟ أنا على فكرة أنا مش فاهم إحنا ليه بنخرج أو ليه بنروح لعيد ميلاد أو هنعمل إيه يعني في العيد ميلاد ده؟ أنا أصلي ما بطبصتش في الحاجات اللي زي دي أو هي بقى بتقول لهم كده وحتى إذا كانت غيرت رأيها بقى دلوقتي سواء غيرت رأيها عن اقتناع أو نتيجة إحساسها بالوحدة زي ما باين في السؤال فده تغيير الرأي ده ما زال غير كافي ما زال غير كافي لاستعادة جاذبية وجودها وسط مجموعتها من الأصدقاء والزملاء يعني هي غيرت رأيها بس الأصدقاء والزملاء لسه وقفين عند موقفهم اللي هي إيه؟ دي ما بتحبش تقعد معانا أصلا متحبش تخرج معانا متحبش تكلم معان فاهمين؟ في نقطة تانية برضو في الاتجاه ده ممكن تكون بنت حضرتك خلي بالكوا أبقى بنقطة دي عندها قناعات إنها أفضل منهم أفضل من زملائها أو زميلاتها وسواء كانت القناعات دي هي وصلت لها لوحدها أو حد أقنعها بكده زي حضرتك أو مدرسين مثلا أو كده فاهمين قصدي؟ أفضل في أي حاجة بقى أفضل أخلاقيا هي مقتنعة بكده إنها مثلا أخلاقيا أحسن من البقين دول دراسيا أحسن من البقين دول رياضيا أحسن من البقين إبداعيا أحسن من البقين في الوقت ده كتير قوي من المراهقين والمراهقات مش بينتبهوا إن التعالي على زملائهم دول حتى ولو كان بدرجة خفيفة أو بشكل هزار ممكن يخليهم مكروهين وسط زملائهم دول تمام؟ إجمالا عشان نطلع الفاصل المطلوب من حضرتك وبنت حضرتك تشريح المشكلة دي بشكل حيادي ومتعمق عشان توصلوا لحل وإذا حسيتم أنتم لتنين إن المشكلة عندكم أنتم مش عند الزميلات أو الصديقات فلازم تبزلوا مجهود في حلها تمام؟ طيب ممكن حد بقى دلوقتي يقول لي طب ليه وجع القلب ده؟ من شاء الله ما خارجه ولا تصحبه؟ هنقول لهم إيه بقى؟ أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة وحلقة الأسئلة واللي بدأناها بسؤال واحد عن من الأستاذة مية أحمد وكانت بتسأل عن بنتها اللي عندها 11 سنة واللي بتتعرض لتجاهل من زميلتها في المدرسة ما بيقولولهاش على الخروج أو على الحضور مثلا احتفالات عيد ميلاد أو كده يعني ما بتتعزمش والكلام ده كله فإحنا في الجزء الأول قعدنا نشرح أو نستعرض إيه الأسباب اللي ممكن تكون وراء هذه التصرفات سواء كان السبب فيها الزملاء أو الصديقات دول أو الأصدقاء دول اللي هم بره البنت أو يكون عند البنت نفسها أو حتى عند الأب والأم ممكن ترجعوا للجزء ده على وسائل التواصل وقفنا عند الفاصل وقلنا إيه ممكن أب وأم بقى يقولوا إيه الله هو ماله كده الدكتور محمد والبنتي وبتعام مكبرين الموضوع لإيه ما إن شاء الله ما خرجوا هم هيدايقونا هيقرفونا يعني ما إن شاء الله ما قالوا لها ولا إن شاء الله ما خرجوا ها نقول لهم إيه بقى وقفنا عند الحتة دي هنقول لهم لا الموضوع ده موضوع اللي هو إن هم يقولوا لها أو يعني اللي هو عدم تعرض الطفلة للتجاهل أو الطفل يعني الموضوع ده وفي العمر ده بيكون فارق جدا في المراحل التالية من حياة ولادكم وبناتكم فارق للدرجة اللي ممكن فيها طلب المساعدة من تخصص طب نفس الأطفال ياه للدرجة دي الموضوع الأصحاب ده بيفرق في المرحلة العمرية دي اللي بتاعت المراهقة يعني يفرق كده للدرجة دي الإجابة أيوة ودي نتيجة على فكرة دراسات كتيرة جدا جدا اتعملت اتعملت في الموضوع ده موضوع الصدقات وأهمية الصدقات في حياة المراهقين أذكر من هذه الدراسات أو كان أهمها على الإطلاق دراسة مهمة جدا اتعملت سنة 1987 وكانوا اللي عملوها باحثين مهمين أو الحياة تنين هما كان واحد اسمه جوتمن واحد اسمه باركر لدرجة أن الدراسة دي ونتائجها بقت بعد كده زي مرجع مهم بيستخدم في طب نفس الأطفال والمراهقين من كتر منتائج الدراسة دي كانت موضوعية ومهمة استخلصوا إيه بقى الباحثين عن الدراسة دي اللي هي إيه استخلصوا فيها أسباب أهمية الأصدقاء والصديقات يعني بالنسبة للمراهقين والمراهقات خلاص وكانت الأسباب يعني ليه الصدقات مهمة في حياتهم في الوقت ده قوي كده وبتفرق معهم قوي بتفرق معهم جدا على فك حتى لو مش مبينين للكوا مش مبينين يعني الأطفال بدرجة كافية بس داخليا الموضوع ده بيفرق معهم جدا تمام إيه بقى الأسباب اللي بتخلي الصدقات ده تفرق معهم قوي كان أول الأسباب اللي ذكرتها الدراسة هو الاحتياج إلى الرفقة الرفقة أن هم يكونوا عندهم رفاق يعني وده لكونهم من نفس السن وعندهم تقريبا قائمة مشتركة من الاهتمامات والمخاوف وحتى الأحلام صحي كده؟ طيب السبب الثاني اللي بيقول اللي يعني اللي قالته الدراسة أنه ليه الأصدقاء مهمين في حياة المراهقين والمراهقات كان الاحتياج للتحفيز السبب الثالث لأهمية الصدقات بالنسبة للمراهقين هو الدعم المادي والمقصود هنا مش الدعم اللي هو الفلوس لا الدعم المادي ده بيكون في صورة تبادل المعلومات أو تبادل الأفكار وأحيانا بقى يعني تبادل اللبس وأدوات التجميل عند البنات ده سبب مهم على فكرة السبب الرابع لأهمية الأصدقاء بالنسبة للمراهقين والمراهقات هو ما يعرف أو عرفته الدراسة بمصطلح اسمه تدعيم الأنا يعني إيه تدعيم الأنا يعني المراهق أو المراهقة بيكون عايز حد من أصدقائه يدعم ثقة في نفسه أقول لكم مثال شهير قوي حوار كده بيتقال ملايين المرات تلاقوا بنت مراهقة بتسأل بنت صاحبتها أو زميلتها في مراهقة يعني اللبس اللي أنا لابسها ده مثلا حلو علي فتقول لها آه تقول لها غريبة أصلي ماما قالت لي أنه مش لايق علي تفهمين قصدي يبقى هنا هم بيحتاجوا حد يدعم ثقتهم في نفسهم عشان كده اسمها تدعيم الأنا تدعيم الاختيار أو الرأي أو الكلام ده كله السبب الخامس هو الاحتياج احتياج بقى المراهق نفسه للتدعيم بس داخل أسرته الله إيه علاقة الأصدقاء هقول لكم برضو مثل شهير قوي لا إحنا مش موافقين يا فلان أو مش موافقين يا فلانا إنكم تروحوا الخروجة دي تقوم بنتك أو ابنك يقول لكم إيه الله اشمعنا حضرتك يا ماما أو حضرتك يا بابا بتقولوا لأ مع إن أهل فلان أو أهل فلانا قالوا إن هم موافقين فهمتوا قصدي يبقى هنا هم استخدموا الأصدقاء لتدعيم موقفهم هم الشخصي وسط أسرتهم الأصدقاء هنا كانوا عامل مساعد وأخيرا السبب السادس هو البحث وده سبب مهم قوي البحث عن إطار أو وعاء لخصوصية المشاعر يعني إيه يعني المراهقات والمراهقين من الآخر كده بيدوروا على حد من أصحابهم مع إن عندهم أسرار أهو عشان يشاركوا الأسرار الله ده اسمها أسرار هم بيبقوا يعني أنا آسف في الكلمة عارف اللي يقولك إيه بيفرق كده تلاقي البنت عايزة تقول سر خاص بيها لصحبته أو الولد عايز يقول سر خاص بيه لصاحبه أو زميله بيدوروا على حد يشاركوا الأصرار دي أو حتى الأخطاء بعيدا عن الأسرة يبقى علشان الأسباب دي اللي ذكرتها الدراسة المهمة دي وسواء كننا احنا مقتنعين بيها أو لأ فالصدقات مهمة جدا جدا في حياة المراهقين آخر نقطة بقى في السؤال أو في الموضوع ده يعني اللي تكلمنا فيه عايزة نبه حضرتك بقى يعني عايزة نبه حضرتك لها كأم وانتي بدورك تنبهي بنتك لها هو ضرورة عدم تقديم التنازلات بهدف الحصول على عضوية نادي الأصدقاء دي الحكاية دي مهمة جدا يا جماعة والمفروض نعلم بناتنا وأولادنا أنهم لازم يرفضوا السلوكيات أو الأفكار الغلط من غير الخوف أن فطورة الرفض ده هيكون الخروج من جماعة الأصدقاء دول وللأسف فيه مراهقين ومراهقات كتير جدا جدا بيفضل عندهم صدقات رغم أنه هم مقتنعين يعني بيكونوا مختلفين خالص عن الأصدقاء بتوعهم دول ليه بيفضلوا جزء من المجموعة لمجرد الخوف من الرفض أو الترد من المجموعة دي أو الخوف حتى أنهم يكونوا موضع سخرية من البقيين أو حتى الخوف من الإيزاء أحيانا هنا بقى إحنا كأولياء أمور كأمهات وكأباء لازم نبقى حاقة صدق قوي جدا في حياة ولادنا وبناتنا ونشجعهم على اتخاذ القرارات السليمة مهما كانت نتائجها ولازم نشرح لهم ونأكد لهم أن حتى إحساسهم بالخسارة في الوقت ده ده يعني ده لو كان القرار هو قرار للتعاد عن مجموعة مثلا هو إحساس مؤقت إحساس الخسارة ده إحساس مؤقت وإحساس ضعيف لكن الإحساس الدائم والإحساس الأقوى هو إحساس أنه نحن أو أنتوا يعني كبنات يا بنات ويا أولاد أنه أنتوا على حق وأخذتوا القرار السليم ده كان أول سؤال أو أول موضوع اتكلمنا فيه سؤالنا التاني بيسألوا بيبو محمد مساء الخير كنت بسأل على بنتي عندها سنتين ونص عنيدة تمام بيقول أمثلة يعني في السؤال مثال خروج من الشقة تقعد على السلم وما ترضاش تدخل للشقة كمان وهي خارجة من الحضانة بتقف كتير على باب الحضانة ومش عايزة تمشي مش عايزة تمشي بركبها بالعافية وتسرخ وتعيط وكمان وهي طالع البيت ما بتبقاش عاوزة تطلع وتقعد تعيط أرجو الرد للأهمية تمام قلنا قبل كده عملنا حلقات عن الحضانة وقلنا أن في الحضانة التزام الأطفال في وجودهم في فترات وجودهم في الحضانة بنسميها إحنا أو أنا سميتها فترات الأدب الإجباري هم مجبرين يكونوا مؤدبين خلاص ليه ليه فاكرين أشعر أفكركم قلنا في الحلقات إيه قلنا أن الأدب الإجباري ده الطفل بيتصرف بأريحية أو بحرية في بيته ليه خلاص هو زي ما بيقول المثل كده الجميل الشعبي عاجن وخابز بابا وماما دول هو عارف أني لما بغلط في الحدود دي بيكون رد في علوم كده لما بغلط أكبر شوية رد في علوم بي أكبر شوية لو غلط غلطة بسيطة بيفوتوها هو يعني عنده الكتالوج بتاع الأب والأم لكن بالنسبة للحضانة لا هو لسه مش فاهم الناس دي حتى لو هو قعد باله فترة لا ما يعرفه مش عايش معاهم فاهمين قصدي هو مش عارف هو لو مثلا مش عاجبه حاجة ورح رميها ممكن يعمله معا إيه فاهمين قصدي فبيكون ملتزم خاصة لما بيشوف أنه هو طفل أو فرد في وسط مجموعة فعشان كده هو بيكون يعني إيه ملتزم بالأدب ما تلاقوش أبدا نادرا يعني لما يبقى بابي عدوا قعدوا بقى مثلا سنتين ولا حاجة في الحضان طبوس لا يتسألوا في الحضانة تقول لهم إيه هو عامل إيه يا جماعة يعني ابني عامل إيه أو بنتي عامل إيه معا قولك ده يا جميع إنت زي الملائكة فأنتي كأم بات صغربي زي الملائكة إيه ده مبارح كد بتزعق في وشي ولطشتني كده على وشي كد بتتكلم يعني فأيدها جده جده في وشي أو بتقول لي لأ راح تشبه ده هو الودة عنده شخصيتين ولا البنت عندها شخصيتين الموضوع مش كده خاطر الموضوع إنه هو أو هي الأطفال يعني ملتزمين بالأدب طيب بترفض بقى ترجع البيت ليه علشان هم عايزين يتجنبوا إعادة الالتزام ده بسرعة ما هو أنتو برضو في البيت مش سايبين لهم الحبل على الغارب يعني فهم عايزين كده فترة انتقالية يعني اللي هو يا ربي هو أنا في الحضانة مؤدب والمفروض ده بقى في البيت مؤدب أنا عايز حتة كده في النص بس أطلع فيها بقى شوية كده حاجات خارجة عن الأدب شوية خارجة عن السلوكيات أجرى بعمل خطأ جديد الأطفال بيفكروا كده فهمين قصدي فهم ده اللي بيفسر أنه هم لما كتير قوي على فكرة اللي بيخرجوا من الحضانة يبقوا مش عايزين روحوا على طول فإحنا نعود أو وقفين على باب الحضانة مش عايزين روحوا فإحنا نعود نقول إيه يا حبيبي قد كده هم بيحبوا الحضانة هم بيحبوش الحضانة قوي كده لكن هم مش حبين أنه هو تاني يرجعوا تاني في البيت لفترة التزام جديدة فهمته قصدي من عمر بقى سنتين كمان هو في السؤال البنت عندها سنتين ونص من عمر سنتين يعني سنتين فأكتر العند بيكون واضح جدا بس أاني عند بقى ما هو العند أربع أنواع وقلناهم قبل كده يلا نقولهم تاني أنواع العند إيه أول حاجة أو أول نوع في أنواع العند اسمه عناد عدم الفهم يعني إيه عناد عدم الفهم يعني أنا بضرب أمثلة شهيرة عشان تفهمه قصدي بس كل واحد بقى ياخد المقياس ده في بتاع المسأل ويطبقوا على بنته أو أبه كل حد من الأمات والأباء الساعة 12 ونص ولا واحدة بالليل مفروض يعني الطفل ما يبقاش صاحي والدنيا تلج ويروح مشايلك وكده مسكه من قيدك وعايز يخرج يا ابني تخرج تروح فيه يلا نخرج تحت يلا مثلا إذا كنتوا مثلا جايبين له عجلة بيسقها كده وبتزقوه بيها إذا كنتوا جايبين له كورة وخدتوه مرة حديقة أو كده تلعبوا معها فتلعبوا مسك الكورة ويشاورلكوا على الباب أو يكلمكم ويقوللكوا إيه الكورة بس يا ابني كورة إيه انت مش عارف الساعة كام هو لسه مش عارف موضع عشان كده اسمه عناد عدم الفهم ويبتدي يعيط ويبتاع هو عايز الطلب اللي هو طلبه ليه 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 هو بيطلبه لأنه في عقله عارف إن اللي بيطلبه ده نفع قبل كده بس هو مش منتبه إنه لما تعمل قبل كده سكت الساعة وحدة الظهر أو الساعة 12 الظهر أو الساعة 3 العصر فهو مش مميز بقى لسه لسه صغير عشان كده بقولكو اسمه عناد عدم الفهم فالتعامل مع العناد ده إيه؟ إن إحنا نشرح له نمسكه كده مثلاً عشان هلسه هوا صغيرين نشيله كده ونروح مثلاً شايلين السطارة ولا بتاعه ونقوله بص بص الدنيا ظلمة إزاي برا بص مفيش حد خالص في الشارع إزاي نقول نشرح له وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المئة من الأطفال لما بناخد معاهم النوع ده من التصرفات بنتصرف بالهدوء ده وبنفهمهم كده بيستجيبوا خالص خالص وخاصة بقى كمان لو إحنا شطار وإيه قلنا له طب ما تيجي بقى نعمل هنا حاجة نعرف نعملها في البيت أو هنعمل الموضوع ده بس بكرة أو كذا وهكذا فهمتوا قصدي؟ خلاص؟ ده كان أول نوع من أنواع العناد اسمه عناد عدم الفهم أرجوكوا ما توجهوش هذا النوع من العناد بأنه يا ابني مش عارف إيه وزعيق أو يا بنتي مش عارف إيه وزعيق من الأب ولسي من الأم هم مش فهمين عايز يروح لجدته هو عارف إن ده نفع قبل كده إنتوا ليه بتقولوا كده؟ يا ابني تتا نايمة أو تتا مسافرة أو تتا مش موجودة دلوقتي فهمتوا قصدي؟ اسمه عناد عدم الفهم هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي أنواع العناد الثلاثة يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا لسه حلقة الأسئلة مستمر أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من حلقتنا النهاردة حلقة الأسئلة واللي خصصناها طبعا لأسئلة حضراتكم وقبل الفاصل كنا بدأنا إجابة سؤال بيبو محمد بيقول بنته سنتين ونص عناد بتتماز بالعناد الشديد وقلنا أن دي سمة من سمات هذا العمر يعني إحنا بنجاوب يعني عليه وقلنا وهو كان الموضوع كله يعني الأمثلة اللي ضربها في فكرة أنها بترفض ترجع البيت على طول وهي في الحضانة أو على طول عايزة تخرج وهكذا وقبل الفاصل كنا اتكلمنا أو شرحنا لحضراتكم بالتفصيل عن النوع الأول من العناد لأنهما أربع أنواع وقلنا اسمه عناد عدم الفهم وشرحنا وممكن حضراتكم ترجعوا للأجزاء اللي فاتتكم على وسائل التواصل النوع الثاني من العناد اسمه عناد المثابرة أو عناد الإجتهاد أو عناد الإصرار يعني إيه؟ يعني أن الطفل يبقى مصر يعمل شيء بنفسه تمام؟ وده عناد يعني لو فكرنا فيه شوية هنلاقي أنه هو في طالما أنه هو في الأمور الكويسة يبقى لازم نشجع الطفل مش نحبطه إحنا إمتى نمنع الطفل أو نحبطه؟ لما يبقى مصر أنه يعمل حاجة والحاجة دي مثلا لا تلائم سنه أو لا تلائم قدراته إنما لو حاجة هو يقدر يعملها ومحتاجة مننا كده مساعدة خفية شوية إن إحنا نساعده بطريقة خفية شوية ده بيكون وقعها عنده أفضل يعني عند الطفل إنه هو بيحس إنه هو أنجز الشيء اللي هو كان عايز يعمله يعني لما يبقى مثلا مصر يفتح مثلا حاجة معينة من حاجته أو عايز يجيب حاجة معينة أو يوصل لها وما إلى ذلك بس زي ما اتفقنا عناد الإصرار أو عناد الإجتهاد ده مرتبط بإنه في إطار آمن تماما لازم يكون في إطار آمن تماما بالنسبة للطفل النوع الثالث من العناد اسمه عناد الربط الشرطي يعني إيه ربط شرطي؟ يعني إن الطفل يكون متداي أو زعلان مننا لسبب يقوم يطلع غضبه أو زعله مننا في هيئة رفض أو هيئة عدم طاعة للي إحنا بنطلبه منه أو اللي إحنا عايزينه يتوقف عنه فده اسمه الربط الشرطي ساعتها برضو بنتعامل معه زي إن إحنا بنفاهم الطفل إنه هو لازم مايربطش مبين لتنين مجرد إن إحنا بنشرح للطفل إن إحنا فاهمينه كويس يعني مثلا أشهر مثلا إن الطفل مثلا وعدنا بحاجة وقلنا له مثلا بعد كده لا مش هنعملها فييجي بقى وقت الأكل مثلا فيقول مش هيكل أو مش عايز يأكل أو يعضي يغلس كده على الأكل فنقوم إحنا نقول له إيه على فكرة إنت بتعمل كده علشان كده فإحنا لازم تبقى فاهم إن ده ملوش علاقة بده وهكذا عايز مثلا يتفرج على حاجة معينة في التلفزيون مثلا وإحنا مش موافقين أو إحنا بنشوف إحنا حاجة خاصة بينا أو الوقت المخصص إنه هو يتفرج خلص أو يعني يتفرج فترة طويل مثلا يعني فإحنا محتاجين نقفل التلفزيون نيجي مثلا بعد كده بقى نطلب منه حاجة أو نبقى قاعدين يوم يتعمد إنه هو يعمل حاجة مثلا دوشة معينة خلاص أو حاجة مزعجة فنقول له بطل ما يبطلش طيب يبقى إيه تفسيره بقى يبقى هو عمل حاجة اسمها الربط الشرطي فإحنا أهم حاجة أهم حاجة إنه إحنا نفهم الطفل إنه إحنا فاهمين إنه السلوك اللي بيعمله ده له علاقة بالموقف السابق فمجرد إنه إحنا بنبين للطفل ده الطفل بيشعر إنه إحنا فاهمينه وده بيبقى جزء من الحل مش جزء من الخناءة لا سمح الله أخيرا بقى اسمه عينات سوق السلوك وده اللي إن الطفل بيتعمد بقى خالص إنه هو إنه قوله حاجة يعمل عكسها وكلام ده كله وده حاجة ليه علاقة بقى بأثر ترى كومي بطريقة كنا بنتعامل بيها مع الطفل اللي فترة طويلة لازم يكون فترة طويلة فترة طويلة مثلا من إنه إحنا الإهانة وعدم الاستجابة لطلباته وعدم الاعتبار له أو للحاجات اللي هو عايزها أو بنتعامل معه بعنف والكلام ده كله فابتدى هو يتعامل معنا برد فعل عكسي طبعا للقاعدة اللي بتقول إنه لكل فعل رد فعل أو قانون يعني ده في الفيزياء فالحل البساطة إنه إحنا لازم نفهم الطفل مرة واثنين وثلاثة ومش بس نفهمه بالكلام لكن نفهمه بالأفعال إنه إحنا ابتدينا نعمله أحسن وبتدينا نخده في الاعتبار ونحقق له رغباته التي يمكن أن تحقق ساعتها الطفل بيبتدي يبدي بعض المرونة وبعض الاستجابة في اتجاه تعديل سلوكه السيء تمام؟ نرجع بقى للسؤال لازم مراجعة كاملة لنوع أنشطة الطفلة في البيت من وقت العودة من الحضانة يعني إيه؟ يعني حضرتك كأب أو كأم تقوله من ساعة بنتنا أو ابننا بيرجع من الحضانة لحد ما بينام بيعمل إيه بقى؟ من أول كده أنه هو مثلا بيغسل إيده ووشه بيغير هدومه بياكل بيلعب إزاي أو بيلعب في إيه وهكذا 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 ليه؟ ليه بنعمل كده؟ لمحاولة فهم أسباب الرفض ده بنحاول نفهم إيه بقى في السيكونز أو في التتابع ده بيخلي الطفل ما عندوش رغبة أنه هو يرجع بخلاف السبب اللي احنا قلناه وهو عدم استعجال العودة إلى الأدب الإجباري اللي كان بيمرسه في الحضانة أو اللي كان مفروض عليه في الحضانة تمام؟ خلوا بالكم من النقطة دي ومن أحسن الحاجات للتعامل مع النقطة دي أنه إحنا نلخبط الموضوع يعني إيه؟ يعني لو لقينا الطفل مثلا بنقوله يلا اخسل إيدك ووشك أو يلا غير هدوم فنلاقيه أنه هو مش عايز أو مش عارف إيه أو بتاعه خلاص نقوم نقوله إيه؟ على فكرة احنا ممكن نغسل إيدنا بس وتقعد تتغدى بهدومك عادي ونغير هدومك بعدين أو لقيناه عايز يلعب في حاجة معينة يلعب الأول قبل ما يتغد وهكذا أنتوا فاهمين قصدي؟ عايزة نبه برضو صاحب السؤال لموضوع الخروج نوع بيقول هي دايما عايزة تخرج من الشقة أو الكلام ده كله الرغبة في الخروج بشكل دائم باب الشقة طبعا ده حاجة طبعا هي مش حلوة خلاص لكن أنا بنبه لإيه بقى؟ بنبه إن الأطفال الصغيرين هو بيقول الطفل عنده سنتين ونص الأطفال الصغيرين ما عندهمش تمييز كويس لا يميزوا خلوا بالكوا قوي من النقطة دي خلاص فممكن مع عدم الحذر من جانبنا يعني الموضوع لقدر الله يزيد فنلاقي الطفل ده فين؟ الخوف بقى طبعا نلاقي الطفل ده ينزل الشارع لوحده يجرب ينزل السلم لو العمارة فيها أسانسير لو فيه سهولة إن هو يطلع فوق سطوح البيت خلوا بالكوا قوي من النقطة دي حتى لو كان السكن في بيت عيلة خلوا بالكوا قوي من النقطة دي طالما إن إحنا لاحزنا إن الطفل يعني متحمس قوي أو إنه عايز يخرج على طول كده يبقى لازم عندنا حذر شديد وخلوا بالكوا إن الأطفال في السن ده بالطول إنها تمسك أكرة الباب أو حتى لو فيه مفتاح ممكن تفتح الباب فلازم نخلي بالنا إن المفتاح يبقى الباب يبقى مقفول ولا فيه ترباس أو ما إلى ذلك نيجي للسؤال اللي بعده سؤال نانا مسعود نانا مسعود بتسأل بتقول مساء الخير يا دكتور محتاجة نصيحة حضرتك جدا ابني عنده عشر سنين ومش بيتحكم في موضوع التبرز والتبول أحيانا أما البراز بشكل أكتر قبل دخول الحمام لازم يبقى فيه أثارات وأنا حرفيا انتعبت من الموضوع وبقى مأثر علي وعلى جو البيت نفسيا وإخواته لإنه الريحة بتبقى صعبة انصحني أعمل إيه أرجوك طيب طبعا ده سؤال مهم جدا جدا لكن في بداية إجابتي أنا عايز أقول إنه حضرتك ذكرتي في سؤالك إن انت تعبانة من الموضوع ده وإنه جو البيت متأثر بالمشكلة وإخواته الموضوع متأثر وريحة البيت مش حلوة ولم تتحدثي لا من قريب ولا من بعيد عن ابنك بقى شخصيا اللي هو صاحب المشكلة اللي هو لازم يكون فيه تعاطف كامل معاه يعني إنه المشكلة دي تخصه هو فهو يعني لازم يكون فيه إحساس بالتعاطف الشديد ناحيته إنه هو عنده مشكلة مشكلة كبيرة فلازم نحلها أول ملحوظة ليا في سؤال حضرتك يا أستاذ آنانا إنه لم يذكر في السؤال التاريخ الطبي للمشكلة هتقولوا لي الله هو إيه التاريخ الطبي ده هقول لكم الفرق بين التاريخ الطبي والتاريخ المرضي التاريخ المرضي إن أنا أقول ابني أو بنتي عندهم المشكلة الفلانية لو زي ما احنا قلنا كده ده التاريخ المرضي سواء كان بقف في السؤال اللي احنا سمعنا دلوقتي سواء الطفل عنده مشكلة مثلا في إمساك عنده مشكلة مثلا في عينيه عنده مشكلة في عظامه ده تاريخ مرضي أنا بحكي وطبعا فيه أوقات كتيرة كمان التاريخ المرضي ده بتحكيش كويس بس أنا أصدي إيه يعني إن ده اسمه التاريخ المرضي لازم نذكر فيه أهم العلامات اللي حصلت في رحلتنا مع هذا المرض أو هذه الحالة المرضية اللي احنا بنسأل عنه أمال إيه التاريخ الطبي التاريخ الطبي بقى هو طيب هو عنده عشر سنين المشكلة دي بدأت من إمتى بدأت وهو عنده تسع سنين وإحداشر شهر يعني من شهر واحد ولا بدأت من هو عنده خمس سنين ولا بدأت من هو عنده ست سنين ولا بدأت من سنة ولا بدأت من ستة شهر فاهمين قصدي طيب ولما بدأت عملنا إيه إحنا المساري الطبي بقى رحنا لمن يعني تخصصات إيه مش مين أسامي رحنا إيه سواء على مستوى الأطباء إيه الفحوصات اللي عملناها إيه التحليل الفحوصات كانت إيه ونتيجتها إيه التحليل كانت إيه ونتيجتها إيه الأطباء اللي رحنا لهم كان إيه تشخصهم العلاج اللي خدناه جاب نتيجة ولا ما جابش ومشينا عليه قد إيه هو ده اسمه التاريخ الطبي فاهمين قصدي؟ طيب نتكلم بقى في السؤال إحنا قدام مشكلة الحقيقة قد يكون لها أسباب غير مرضية وأسباب مرضية باختصار شديد إحنا في سطر واحد الطفل يعاني من فقدان التحكم في التبرز بشكل كامل يعني بيفقد القدرة على إنه يمسك نفسه بشكل كامل وزي ما قالت الأم في سؤالها إنه لازم قبل ما بيدخل بقى الحمامة علشان التبرز بيكون فيه آثار يعني بتكون العملية بدأت تمام كده؟ طيب زي ما أقول لكم فيه أسباب مرضية وأسباب غير مرضية في الأول هنتكلم عن الأسباب الغير مرضية خلاص زي إيه؟ زي التكاسل إن الطفل يكون متكادل مش الطفل ده أنا بجاوب كده بشكل عام بقى خلاص إنه بيتكاسل بيكسل يقوم يعني مثلا هو حس بالديزاير أو بالرغبة فيه إنه يدخل الحمام أو التوالت يدخل يتبرز خلاص وتكاسل يعني اللي هو إيه؟ هقوم كمان شوي هقوم لسه هقوم بقى دلوقتي خلاص فيقوم التكاسل ده ها؟ يخونه زي ما بيقوله يعني يخونه عامل الوقت يعني هو كان فاكر نفسه إنه هو لما يحس إنه عايز يدخل التوالت عشان يتبرز يعني قدامه مثلا تلت دقايق إنه عشان يعني هيقدر يمسك فيه من نفسه اللي حصل إنه هو ممسكش نفسه في ثلاث دقايق كانت قدرته على ضبط التحكم ده لم تتجاوز دقيقة فالمسألة بدأت طب أصل الموضوع إيه؟ التكاسل تمام؟ إيه تاني من الأسباب الغير مرضية؟ لانشغال بشيء يعني إن الطفل عنده الرغبة إنه هو يدخل الحمام أو يتبرز وكده لكن شاغل نفسه أو مجغول في اللحظة الحالية بشيء وهو عنده الرغبة دي إنه يدخل الحمام مجغول في الكمبيوتر مثلا مجغول إنه بيلعب لعبة مجغول في التلفزيون فهمين قصدي؟ فيقوم برضو هذا التأخر يفقده يعني هو كانت قدرته على التحمل وقت معين الوقت ده لم يكفي إنه هو يمسك نفسه وبدأت العملية إيه تاني من الأسباب؟ تأخر آخرين في الحمام قبله مع كونر مثلا إن ده حمام وحيد في المكان فيه ناس لما بتدخل الحمام يعني فيه بيوت كتيرة جدا فيها حمام واحد شقة لا يا فيها حمام واحد بيوت كتيرة جدا جدا فيه ناس لما بتدخل بقى التوالد تطول قوي يعني تقعد كتير قوي خلاص يعني ناس كبار يعني أب أم أخ أكبر وهكذا دون النظر إنه ممكن يكون فيه حد أو طفل صغير ممكن قدرته على إنه يمسك نفسه ما تكونش بالقوة اللي إحنا متصورينه تمام؟ ده من الأسباب السبب اللي بعد كده الغير مرضي إحساس الطفل بالتوتر الشديد يعني إيه بالتوتر الشديد؟ بمجرد إحساسه بالرغبة مثلا في التبرز ينتابه توتر شديد ليه؟ نتيجة الحوادث اللي حصلت قبل كده نتيجة إنه ما بيمسكش نفسه فممكن الطفل يفقد بعض السيطرة على تحكمه الكامل ده في الأول زي ما تقال في السؤال خلاص؟ يعني الطفل حصله أو عنده رغبة عارفين الحكاية دي كمان كانت مشهورة قوي في إيه؟ مشهورة قوي في لما بيبقوا أطفال أكبر بقى وكبار بيبقوا مثلا لما بيبقوا مثلا في امتحانات جامعية وعندهم امتحانات اللي هي الأورال إجزام أو الامتحانات الشفاهية خلاص؟ أو إنه داخل يعمل لقاء عمل انترفيو مثلا هيقدم في وظيفة فتلاقي حد يقوله مثلا إيه؟ اتفضل حداك اللي عليك الدور في اللحظة دي يجي له رغبة أنه عايز يدخل حمال كتير قوي الحكاية دي بتحصل والحكاية دي بتبقى لها جزور بقى من هم أطفال فنفس الشيء احنا هنا بنتكلم بقى في السؤال إن الطفل ده جاله الرغبة أنه عايز يدخل يعمل براز تمام؟ أول ما جات له الرغبة دي بيسيطر على دماغه هاجس إنه هو مش هيمسك نفسه طيب إيه أسباب بقى الحالة؟ إيه اللي يخليه يبقى في هذا القدر من التوتر؟ أول سبب أول سبب أشقاء الطفل أشقاءه أنت جبتي سيرتهم ليه أنا قلت أشقاءه؟ لأن أنت جبتي سيرتهم في السؤال قلت جو البيت وحش ومش طيقينه وعنده أخوات والريحة وحشة أو بتاعه فممكن كده الطفل يكون متعرض للتنمر أو للسخرية أو للمتعاض اللي ويييه هو أنت برضو عملت ده خلاص فهو يعني مع تكرار الأمر أول ما بيحس بقى بالرغبة في التبرز يقوم التوتر الشريط ده يفقده السيطرة ممكن كمان لو فيه ضغط شديد من الأم أو الأب تمام؟ الضغط الشديد من الأم أو الأب اللي هو أنت حارف لو عملت كده تاني أنا هعمل وساوي أنت لو عملت كده تاني أنا هعمل مش عارف إيه وهكذا تمام؟ برضو اللي هو فكرة إيه؟ الفضيحة أو اللي أنا لو عملت كده أنا هقول لكل الناس أنا هقول لجدتك أنا هقول لخيالك أنا هقول لعمتك وهكذا الخوف برضو من العقاب تمام؟ العقاب الجسدي إنه هو الطفل يكون بيتعرض لعقاب جسدي أو تخويف أو عقاب مدي حتى إنه بيتحرم من حاجات وهكذا دي كانت الأسباب الغير مرضية نيجي بقى الأسباب المرضية وهي كتيرة جداً في الحالة دي الحقيقة أول حاجة ممكن إمكانية إصابة الطفل بدي دانة دبوسية ودي بتفقد القدرة على التحكم في التبرس تاني احتمال إنه ممكن يكون الطفل يعاني من الإمساك الشديد المزمن تعمل الحكاية دي؟ آه تعمل الحكاية دي اللي هو إنه ما يقدرش يمسك نفسه في الأول أو إن الطفل يكون بيعاني من حاجة اسمها الإسهال الشديد المزمن أو إنه يكون بيعاني من حاجة اسمها متلازمة الإخراج المضطرب اسمها إيه؟ اسمها irritable bowel syndrome متلازمة الإخراج المضطرب يعني إن الطفل ده بديع فكرة تحصل لأطفال تحصل لكبار تلاقيه يوم عنده إمساك ويوم عنده إسهال يومين عنده إمساك ويوم عنده إسهال إسهال إمساك إسهال إمساك مرتبط بالأكل وإحنا مش مرتبط بالأكل دي اسمها متلازمة الإخراج المضطرب الريتابول باول سندروب وارد برضو إن يكون الطفل عنده مرض اسمه مرض كرونز كرونز ده من أمراض الأمعاء اللي ليه طابع التهابي وبيتميز إن بيكون فيه مغس وإسهال شديد والطفل اللي بيصبي بيكون عنده سوق تغزية ونقص في الوزن من الأسباب المرضية برضو وجود حالة البواسير الشديدة البواسير وفيه ناس تقول الله هو الأطفال بيجي لهم بواسير دلوقتي بقى يجي لهم بواسير كتير جدا نتيجة إيه؟ نتيجة الإعلانات الكتيرة والمقرمشات اللي بيعلن عنها يوميا عشرات المرات على كل الشاشات اللي بتكون حرة شط نار مش عارف إيه الحاجات دي كلها تؤدي لإصابة الأطفال والكبار بالبواسير برضو من الأسباب المرضية وجود مشكلة نتيجة مضاعفات جراحية يعني يكون الطفل عمل عملية سابقة أدت إلى تدمير أو تأثر العضلات أو الأعصاب المسؤولة عن التحكم في التبرز ما هو التحكم ده بيبع عضلات والعضلات دي بتتحرك أو بتنقبض وتنبسط عن طريق أعصاب برضو من المشاكل المرضية وجود مشاكل تكوينية ما بحبش كلمة عيب خلقي وجود مشاكل تكوينية زي مرض مشهور أو اسمه هيرش سبرانج ديزيز هيرش سبرانج ده مرض في الأمعاء الأمعاء الغليزة مش الأمعاء الدقيقة اللي هو القولون بيكون في عيب تكويني في شكل نقص الأعصاب في عضلات القولون أو برضو من الحاجات المرضية اللي ممكن تؤدي للمشكلة اللي في السؤال وجود مشاكل فيه النخاع الشوكي زي مرض اسمه سباينة بفيدا نصيحتي الأخيرة أن احنا نهتم جدا الاهتمام الشديد بالمشكلة مش بأن احنا متضايقين منه وقرفانين منه لا نهتم بالمشكلة لازم استبعاد الأسباب الغير مرضية أولا ثم المشورة بقى الطبية واللي هتكون فيه أكتر من تخصص البداية هتكون بالأمراض البطنية ثم تخصص الجراحة في حال الاحتياج لذلك وفي كل الأحوال الأمر تحت السيطرة الطبية يعني الأمر ده سهل المعالجة الطبية بس نعرف السبب وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة بشكركم جدا جدا وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحك أن سلام عليكم